انت يعني تشوف باللي يراه الوضع سيء وماش قادر استقيل عد الى بيتك استقيل وخلي الشعب الجزائري ينتخب رئيس اذا كان انت اللي تملك شوفوا كن شوفوا صلاحيات التبون الدستورية وقائد الاعلى القوات المسلحة والقاضي الاول في البلاد ورئيس وزير الدفاع ومش نعارفه اوه راهي صلاحيات الدستور اعطاها التبونت امبراطور عندك كل هذه الصلاحيات وعندك ختم رئيس الجمهورية وعندك القرار وتغول تعليق الادارة وتشتكي منها كيف حال المواطن الذي لا يملك شيء يعني فيه مواطنين حتى قالوا نحن لا نملك الا صفحة في الفيسبوك واذا انشرنا على الفيسبوك ان القرواحنا متهمين بالارهاب مش رح يدير المواطن مسكين انت رئيس علش يجي هنا تتمسكن للشعب على اساس ان هناك تقديرات خاطئة وكذا وش كل دارها هو انت هذا الكلام اللي كنا نقولوه في اول خلاجاتك الاعلامية يا تبون وفي ذلك يعني مش نحن فقط قالوه الكثير من الجزائريين وراكم تلاحقوا فيهم بتهم الارهاب الان كي قربت العهد الثانية وعرفت بانه ما تحقق شيء لا اموال ان منهوبة رجعت ولا الوضع الاجتماعي تغير جاي تحكي للجزائريين بهذه الاسطوانة انه الرئيس غاضب والرئيس ما عجبوش الحال باش الجزائريين يصدقوا يعني غاضب على من وزير اول انت اللي عينته ووزراء انت اللي تعين فيهم هكذا في الظهر لكن في الواقع معينت حتى شيء انت اصل المعيد ويحكم فيك سعيد شنجريحة وبعدما كان الدولة في يد سعيد بوتفليقة والتي في يد سعيد شنجريحة هذا هو تحول يعني من شنجريحة من بوتفليقة الى شنجريحة ومن بوتفليقة الى تبون هذه هي الحكاية والنفس الاسطوانة التي تجري او يجري ترديدها في دهاليز النظام حتى قبل قالوا متفليقة غاضب كم من مرة متفليقة غاضب من الحكومة متفليقة غاضب كي يشوفوا الشعب راه يغلي اجتماعيا يقول لك الرئيس غاضب تبون الذي حول الجزائر طبعا ليس هو هو مجرد اداة في ظل نظام عسكري يقوده رئيس الاركان تحولت الجزائر الى دولة ما هيش ديمقراطية دولة بلغت منتهى الاستبداد جاي يحكي في واحد الاسطوانة غريبة يقول بانه الديمقراطية بعد الاوروبية راه نشأت في الجزائر هو يحكي لي على ديمقراطيات عريقة ثم الجزائر ما زالت مش موجودة الجزائر كانت تابعة للعثمانيين وبعد العثمانيين جوا الفرنسيس عمرها ما كانت دولة هذه الحقيقة وبعد ذلك يجي يقول لك مؤسس الدولة الجزائرية الامير عبدالقادر يا ولدي الجزائر تأسست في الاثنين وستين من طرف جيش التحرير وجال بجيش الحدود بدللها وصنعها دولة اخرى قبلها ما كانتش عندنا لا جمهورية ولا دولة ولا اي شيء ما تجي تحكونا الاسطوانات هذه اللي مشروخها ولكن ليس عيبا ليس عيبا العرض كانت موجودة الشعب كان موجود ولكن تشكيلات اخرى ودول اخرى وحضارات اخرى مرت على المنطقة عبر التاريخ لكن ما بعد ثنين وستين وما بعد سقوط الدولة العثمانية تغيرت كثير من المفاهيم وتشكلت كثير من المعطيات هذه أما جيت احكي لي انه فلان كان هنا وراحي نعم حتى لنفرض جدلا صحة ما يقول تابون على حول هذه الديمقراطيات اللي نشأت في الجزائر يجب أن تعرف رغم الدعايات تعالى الأبواق الفاسدة من هنا وهناك اللي بغير الجزائر وإيران وما نعرفهاش كل ديمقراطيات تعالى أوروبا زادتش في الجزائر الجمهوريين الثورة البرتغالية طرعت هنا ماريوس واريس كان هنا الثورة اليونانية كانت هنا الثورة الإسبانية كانت هنا إذن الدولة عندها نفوط في البحر الأبيض المتوسط في الدول الأوروبية مش من اليوم تجينا تدير مني دولة شمولية وما نعرفهاش ورأنا مش يعني هذا المنهج نخلى أهلنا المناضلين الكبار سيبون دين الله يرحمه شالهم بعضو بعضو وعارفين ماريكان متيقنين بالله أنا دولة صديقة باش ندخل في نزاع معاك ولا مع غيرك ولا ما ندخل لنفرض جدلا أنه هذا صحيح هل مهم ما جيش تقول لي راه كان عقبة بن نافع الله هنا الجزائر هي اللي فتحت الأندلس مثلا ولا طارق بن زيادة راه مر من هنا معناها الجزائر راه يتدد حتى الأندلس خلونا من حكايات الفارغة هذه ما هي الجزائر الآن هل هي جزائر ديمقراطية الجزائر في مراحل معينة بعد الاستقلال ولت قبل التطوار لأنه شعوب العالم كل مبهورة بثورة الجزائر ولكن الآن راهي قبلة الاستبداد شو الشعوب اللي ثارت الكل الجزائر ضدها أعطيني شعب فوق الأرض الجزائر دعماته فلسطين تتاجر فيها فقط النظام يتاجر فيها وبيها أمام الشعب الجزائري قضية الصحراء هذه فقط من أجل تصفية الحسابات مع المغرب الشعب السوري ثار النظام الجزائري يتأمر معه عن أي ديمقراطية يتبون تتحدث من أنها نشأت في الأراضي الجزائرية والله يبني حقيقة والله صرت أشفق عليه يقعد يقعد يقولهم جيبوا لي الصحافة لا تحذير ولا شيء يعني أنا نشوف فيهم المستشارين إما ليس لهم مستوى ولا بالعاني يخلوه يغرق وهذا بإعاز من دوائر عسكرية وفي الحالتين تبون إذا ما تردش ودائما نقول له أطرد المستشارين هذب إذا كان حبيت تحط من حوليك ناس عندهم مستوى لأن مستوىك يظهر في ماذا؟ في خلاجاتك الدولية في خلاجاتك الإعلامية في لقائك مع المواطنين في مثل هذه الحالات يظهر مستوىك أما بهذه الطريقة راهوا ما جيش تحدث لي واو تبدأ تحاول تظهر كأنك رئيس قوي وتملك القرار يا والدي راهوا أن الجزائريين كل يقولوا عكسا ماذا؟ حتى كي تجي تقول لهم أنا نحكم في الجنرالات يضحكوا عليه أو على بالهم ما تحكمش فيهم وهما يشوفوا علاقتك حميمية مع الجنرالات وانت اللي قلت هذا ولسته أنا بل قلت ذلك على قناة الجزائري حدثنا عن هذه العلاقة بينكم وبين المؤسسة العسكرية والله علاقة حميمة وعلاقة نحن نعتبرها طبيعية لدرجة أن اشتركوا في القناة